السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ازايكم يا حلوين مساء الفل عليكم نزلت النهاردة السوق قلت ايه انا ناقصني شوية حاجات مع ان والله عندي الحمد لله حكتي كلها في النيش وفي المطبخ بس انا احب التجديد واحب اشتري حاجات فقلت ايه اشتري شوية حاجات كده محتاجها حاسة اني محتاجها في المطبخ وقلت كمان علشان خطر رمضان كل سنة وانتو طيبين شوية حاجات كده على السريع مهمين طبعا مش اي حاجة واهم حاجة عندي انا اشتريت الفرش دي جميلة جدا دول 3 فرش الكيس فيه 3 واحدة للطيور هنضف بها الطيور واحدة للأسماك واحدة للياءات بتاعت القمصان احيانا الياءات ما بتنضفش كويس فايه كنت جربتها قبل كده وعجبتني جدا والاهم بقى في الموضوع ده ان انا هعمل دلوقتي معاكم ان شاء الله فيديو بعد شوية التجربتي مع المنتجات بتاعت ايكو واي دي الليفة بتاعت ايكو واي بيقولوا عليها جمدة جدا 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 انا الحقيقة هجربها معاك وعملي بعد شوية ان شاء الله وده برضو كيس حاجات قطع كده للمنظفات لما يجي وقتها هنتكلم معنا والشريط شربات لبنتي والشريط شوية حاجات كده ايه على السريع وكمان هنعمل غدا سريع جدا هنعمل طبقين اجمل من بعض اللي اتنين هيمشوا ضايت وكمان اللي اتنين هيمشوا للعادي خالص هنا بقى عايز اقول لكم حاجة واتكلم معاكم في حاجة دي علبة كنز زي ما احنا شايفين للبيبس او اي حاجة عندك اي مشروب عندك لازم كلنا نتعود ان احنا نعلم ولادنا التوفير لو كل واحد من ولادنا عنده جبنا له الحصالة دي او عملناها له احنا في البيت او نجيب اي حصالة عندنا ونعلم ولادنا ان هم ازاي يوفروا او كل يوم يحطوا من مصروفهم ولو 25 قرش تخيلوا انا والله العظيم 3 من زمان زي ما جدتش الله يرحمها عودتني وانا عودت ولادي على كده افتكرت النهاردة وقلت ايه افكركم انتو كمان دلوقتي حنامل مع بعض الكوسة باللحمة المفرومة اكلة سريعة جدا واكلة كمان اقتصادية لو احنا في اخر الشهر ولسه ما اخدناش المرتب او المصروف او كده انا عندي لحمة مفرومة هنا وعندي بصلايا وتمطمايا وكرات اخضر عودين وعودين من البصر الاخضر وفصين من التوم انا هنا حطيت معلقة زيت وحنزل بيها باللحمة كده اشوحة تشوحتين والكوسة بتاعت اهيت زي ما احنا شايفين هعمل ايه بقى انا ححط كده الكوسة اللي انا على قد اللي حياكل ومع اللحمة بعد ما تاخد اول تشويحة وبدأ حبدأ ان انا اعلي النار خلاص اول اللحمة بما ده تدخل عندي في مرحلة ان هي بدأت تتبل معايا او تتدبل معايا فحطيت الكوسة بتاعت كده مقتغسلتها تقشرتها طبعا وقطعتها المقاعدات صغيرة اجي بقى البصل والطوم البصلاية والطوم والطمط مية والكرات الاخضر والحاجات اللي احنا شفناها في الطبق من شوية عملتها كلها كده في الكبق وحنزل بيها على الكوسة واللحمة المفرومة طبق شاهي جدا وحلو قوي 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 هنا بقى هحط ايه هحط كده نص كبية مية طبيعي الكوسة كلنا عارفين ان الكوسة بتنزل مية الكوسة بتنزل ميتها وبتستوي فيها انا هنا زودت نص كبية مية وهحط كمان معلقة صغيرة من الصلصة عندي فلفل اسود وملح وكمون وكسبرة وبابريكا زي ما شفنا كده وهقلب بصوا جميلة جدا راحتها حلو قوي والطبق ده ما خدش معايا بالزبط كده تلات دقايق على النار وهو غرفته عندي جزء هياكل كوسة وجزء هياكل الاكلة اللي هعملها بعد شوية طبق كيب ده برضو على السريع بصوا الكوسة عاملة ازاي الكوسة جيت اللي بيعمل ضايت هتتاكل كده بالمعلقة او بربع رغيف اصمر حلو قوي وبالفة هنا وشفة جربوا الطريقة دي وهتعجبكم ان شاء الله ننجي نعمل للواجبة التانية او الوصفة التانية هي عبارة عن ايه عن كبدة سريعة قوي ما فيهاش اي حاجة كبدة بصوا بسيطة جدا جدا انا هنا حطيت معلقتين تلاتة من الدهن اولية على النار علشان تسيح انا بحب اساوي الكبدة فيها وقطحت بصلايا وطمط ميا وفصين تلاتة من التوم ونص ارنشطة اخضر بارد او حامي زي ما انت عاوزت الكبدة والكلاو ديت انا كنت غسليها بمية عادية وكنت حطها في اللبن حوالي تلت ساعة وبعد كده حطيتها في المصفة وشطفتها سريعا وسبتها تتصفى بعد ما اللية بتاعتي بدأت تسيح وحطيت الكبدة او الدهنة بتاعتي بدأت تسيح حطيت الكبدة علشان كانت التاصة او الوق معايا سخن الكبدة بصوا على طول اخدت صدمة وبدأت لونها يتغير وما نزللش مية او اي او تشملها اي راحة من الزفارة نبدأ بقى على طول ان احنا نحط الحاجات بتاعتنا البصل والطماطم والطوم والشطة وانا زودتها نص كبية مية علشان الطبق ده لابني ابني بيحب الكبدة فيها سوس خلاص وحطيت ملح وكمون وكسبرة وفلفل اسود وحط معلقة صغيرة من الخل وحقلب كل ده برضو الطبق ده ما اخدش معايا برضو 3 دقايق ليه لان التاصة كانت سخنة وكل حاجة كانت عندي مزبوطة كل ما تعملي الاكل السريع او الوجابات السريعة ديت ما بتاخدش معاكي وقت خالص وزي ما احنا شايفين شربت بدأ بدأت بقى تشرب المية بتاعتها وعملت السوس جميل بسيط اوي انا ما خلت هاش تسيب تعمل السوس كتير انا في نفس الوقت برضو ايه حافزت على الكبدة بتاعتي عايزة برضو الولد ياكل ايه كبدة نفسها مش يشرب السوس بالمعلقة ويسيب الكبدة لأ انا عايزاية غزة وعطحت معاها تماطم وخيار وتلنشاط من اللمون جربوها وان شاء الله هتعجبكوا اوي 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 واكلات سهلة وسريعة يعني لو احنا اسرة مكونة مثلا من ثلاث افراد او اربع افراد وجبنا نص كيلو من الكبدة مع عيش طويل عملنا صندويتشات او عيش شامي واكلنا بالعيش مع صلطة مع كده هتبقى مشبعة جدا وفي نفس الوقت حلو واوي اوي اوي ومغزية والكبدة كلها حديد ان شاء الله الوصفتين اسرع من بعض ويعجبوكم وما اخدوش دقايق وبالفة هنا وشفة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته بحبكم في الله